يعني لغز لم يجب عنه احد يعني لو تراجع على سبيل المثال ملف الغاز في العراق ستجد انه ملف فاشل بامتياز يعني لو راجعت العقود التي تم توقيعها فيما يتعلق بالغاز ستجد ان كل هذه العقود لم يتم تفعيلها نعم بعض هذه العقود لم تفعل بسبب الوضع الامني تحديدا مثلا قضية حق العكاز في الانبار ولكن هناك اتفاق كان متعلقا بنفط البصرة يعني الغاز ولكن لم يتم تمريرها حتى الان اذا هناك اخفاق كامل فيما يتعلق بالسياسات النفطية هو انا اسأل بالاجتهادات الخاصة لكل وزير نفط انا اسأل انا اعرف اكو اخفاق وانت تعرف والاستاذ علي يعرف والشعب يعرف لكن هذا الاخفاقات في عدم تنفيذ هذا والبقاء سياستك مرتهنة الى الخارج في قضية الغاز التي تقول انت عنها نحن الى الان نستورد الغاز من ايران حتى لشغل محطاتنا الكهربائية اذا القرار مرتهن خارجيا هماكو تلكع في صياغة القرار الداخلي السياسي لا يعني حقيقة هذا لغز يعني لغز لم يجب عنه احد كيف تبني محطات كهربائية غازية وانت لا تملك الغاز يعني هذا لغز حقيقي يعني اتمنى من الاستاذ علي فضل الله ان يجيب عليه لماذا قام العراق ببناء محطات غازية لانتاج الكهرباء من دون ان يكون له غاز هذا ملف سياسي لهذا قلت لك ان الارتجال في رسم السياسات هو المشكلة الجوهرية في العراق